نروح بقى دلوقتي متابع مع حضراتكم اخر اخبار النادي الاهلي وفرق المختلفة وكافة الانشطة الموجودة فيه مع بورا سنة محمد توفيق المتواجد حاليا في فرع النادي الاهلي بمدينة نصر يا توفيق صباح الفل عليك اخبارك ايه صباح الخير يا كريم تحياتي ليكوا لكل مشاهدة قناة النادي الاهلي في كل مكان و لكل متابع عشر صبح فالاهلي سيما قلت بالزبط انا موجود في فرع النادي الاهلي هنا من مدينة نصر ممكن كان لها الشرف أننا طلعت معاك من الجزيرة وكمان من أهل الشيخ زايد ومن أهل الأقصر والنهاردة كمان موجود معاك في أهل مدينة نصر إن شاء الله يا رب قريبا نكون مع بعض في أهل التجمع الخامس يا مساهل الحال إن شاء الله أهلم بيك دايما نتفضل سمعينك يعني كعادتنا دايما موجودين مع عائلة الأهل وفي إطار برنامج عائلة الأهل اللي هو وضع كابتل محمود الخطيب ومجلس إدارته موجودين معاك في كل الفروع عشان كل الأعضاء تكون موجودة معانا في إطار برنامج عائلة الأهلي وكمان جماهير النادي الأهلي تشوف فروع النادي المختلفة والإنجازات اللي بنشوفها على أرض الواقع يمكن تفرق إن شاء بتحصل هنا في مدينة نصر يعني المنظر أكيد ظهر من ورانا ولا أروع إنجازات كل يوم بتزيد وكل مرة بنجي فيها النادي بيلاقي تطور وفيه حاجات جديدة بتكون موجودة يمكن بقى أكلمك عن الأجواء داخل النادي الأهلي هنا أجواء أكثر من رائعة إقبال شديد يمكن أول ما دخلنا من باب النادي إقبال شديد جدا من الأعضاء على حجز رحلات المصائف المختلفة في جميع مصائف مصر يمكن رحلات اليوم الواحد أو رحلات كمان بتستمر أكثر من يوم نشاط يعني ملحوظ من الأعضاء بيحجزوا رحلات وفيه إقبال هيل نظر التسهيلات اللي بتقوم بها الإدارة التنفيذية هنا من النادي الأهلي لتنظيم رحلات للأعضاء في فصل الصيف كمان يمكن سيولة مرورية تمة جدا حوالين النادي من جميع الاتجاهات ده طبعا بفضل الطفرة الإنشائية اللي بتشهدها يعني زي ما بقول مدينة ناصر ومصر الجيدة وإن شاء عدد كبير جدا من الكباري وطفرة إنشائية تشهدها مصر بشكل عام في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كمان الجراش يعني بشرة لكل أعضاء النادي الأهلي وكل جميع النادي الأهلي الجراش هنا في مدينة ناصر إن شاء الله 30 يونيو ده حسب تصريح المهندس سامح كامل المستشار لهندس المجلس قدارة النادي الأهلي إن شاء الله 30 يونيو ينتهي الجراش هنا في مدينة ناصر وده هيساهم كتير جدا إن يكون فيه سيولة مرورية حول النادي بشكل أكثر مما هو موجود عليه كمان الآن كمان يمكن المهندس سامح كامل التقنا بيه صباحا هنا كان عنده اجتماعات طبعا شغل مستمر هنا في فرع مدينة ناصر قال إن إن شاء الله هيبدأوا في تطوير منطقة ما خلف حمام السباحة فور الانتهاء من الجراش مباشرة وده هيكون متنفس جديد لأعضاء النادي الأهلي هنا في مدينة ناصر وتفرق إنشاءها جديدة إن شاء الله دايما النادي الأهلي في إنجازات وتفرقات نروح بقى يعني للأخبار فرقنا الرياضية ونبدأ بفريق الأول لقرة القدم يمكن الفريق بيوصل اليوم الرابع على التوالي الراحة السلبية لمنحها بيتسو موسماني المدير الفني الفريق لللاعبين وإن شاء الله الفريق يعود تاني للتدريبات يوم الخميس تعداد المبارات الترجي في الدور قبل النهاء للدور أبطال أفريقيا يا رب النادي الأهلي دايما يكون في بطولاته زي ما عودونا كل يوم بطولة نروح بقى الفريق الطايرة رجال واللي بيبدأ النهاردة أقول خطواته في بطولة جديدة يمكن الفريق منذ أيام قليلة فاز باللقب الرابع على التوالي وال33 في تاريخه للدور العام بيبدأ بقى البحث عن السنائية المحلية وكاس مصر والبداية النهاردة إن شاء الله في السادسة مساء أمام فريق الشارعية الدخان على صالة النادي الأهلي بالجزيرة صالة الأمير عبدالله الفصل الفريق إن شاء الله مستعد بكامل صفوف الحمد لله ما فيش إصابات إن شاء الله تكون بداية وضربة البداية تكون قوية لبطولة جديدة تضاف لسجل أبطال النادي الأهلي في الكرة الطائرة إن شاء الله في حالة فوز النادي الأهلي ونتمناها طبعا هيكون في انتظاره الطيران إن شاء الله في دور الستاشر لأن الطيران القرعة جنبته اللعب في دور الـ 32 وتأهل مباشرة لدور الـ 16 هيكون منتظر إن شاء الله النادي الأهلي والمباراة هتقام في السادسة مساء إن شاء الله الجمعة المقبل 11-6 نروح كمان لفرقة السيدات أو أنسات الطيرا بالنادي الأهلي وأداء أولا أروع والصعود للمباراة النهائية اللي هتقام إن شاء الله النهاردة أمام فريق الصيد على صارة شراءات دخل في السادسة مساء النادي الأهلي يوم الجمعة تغلب في المباراة الدور قبل النهائي على سبورتنج بنتيجة ثلاثة أشوات مقابل لشيء مباراة كبيرة أدها الفريق ممكن مشوار الفريق كمان خلال البطولة التغلب على الطيران في دور الـ 16 القرعة في دور الـ 8 يمكن بعد انسحاب الثالث من أكتوبر وأصحاب الجياد النادي الأهلي تقامها المباشرة هتقام دولة أربعة اللي قابل فيه سبورتنج وحق الفوز وصعود النهاردة المباراة النهائية ممكن كمان الصيد طرف عنيد جداً طرف المباراة النهاردة في النهائي ممكن مشوار الصيد في البطولة تأهل بعد دور الـ 16 كان أكثر من واجهة قوية كان قابل في دور الـ 16 الصيد وبعد كده سموحة وبعد كده الشمس وتغلب فيه مباراة الدور قبل النهائي على الزمالك على صالة الزمالك بثلاث أشوات مقابل لشيء ده إن شاء الله يعني ينبئ إن احنا هنشوف مباراة كبيرة النهاردة طاليق بالفرقتين وإن شاء الله يكون لقب جديد ويضاف لأنيسات الأهلي في الطيرة ويمكن اعنا متعطف بشكل شخصي مع كابتن فريق النادي الأهلي نهلة سامح اللي أخيراً يعني وصلت لـ 18 بطولة بشكل فردي ليها هي شخصياً في الدوري والنهاردة بتبحث عن اللقب الـ 18 كمان في الكاز عشان تبقى فازت بالسنائية المحلية 18 مرة أعتقد ده إنجاز فيه فرق كاملة ما بتحققوش على مدار السنين يمكن الفريق النهاردة ينقصه طبعاً غيابين مهمين جداً فريضة العسقلاني ودعاء الغباشي ودول لعبتين النادي الأهلي اللي انضموا المنتخب الوطني للكرة الشاطئية اللي بياخد حالياً تصفيات الكرة الشاطئية الموهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة طبعاً يمكن ده غيابها يأثر جداً على النادي الأهلي ولكن كابتن حمد الصفة قال ده دورنا الوطني النادي الأهلي طول عمره بأهل اللعبين للمنتخبات الوطنية يمكن اللعبين مش هيكونوا موجودين معنا في فترة مهمة زي كده لكن طبعاً الدور الوطني النادي الأهلي دايماً يصبق فيه وما عندناش مشكلة خالص يعني ممكن ختم معنا بفرقة النادي الأهلي لكرة السلة يمكن كان بداية المباريات الدور نصف النهائي بستو اف فايف أمام الاتحاد السكندري كانت بالأمس على صالة برج العرب في السرسة مساء يمكن التوفيق لم يحالف فريق النادي الأهلي اللي خسر جيم وان أو بنقول أول مباراة في الخمس مباريات أمام الاتحاد تمانية وخمسين واحد وسبعين يمكن الفريق كان فيه أقصى من اللعب الحمد لله كانوا في حاليتهم الفنية لكن ما كانش فيه توفيق شوية يمكن خسرنا فرق 13 دا كريم لكن لما تيجي تشوف في الإحصائيات بتاعة المباراة احنا منضيعين 14 رمية حرة اعتقد ده رقم كبير لو كان جي وكان فيه توفيق فيه كنا قدرنا على الأقل النفوذ بفرق بومت اعتقد ان شاء الله قدامنا الفرصة المباراة القادمة يوم السلساء السامنة مساء وكمان هبقى فيه مباراة تانية احنا بنقول مباراة حد وثلاث وخميس وسبت واثنين دول الخمس مباراة ان شاء الله لسه قدامنا أربع مباراة النادي الأهلي يقدر يعوض فيهم وان شاء الله الحليف يكون توفيق يمكن بعض الغيابات اللي أثرت على الفريق يمكن لعبين بيغربوا في نفس المركز وهو مركز واحد أو صناعة اللعب مودي مصطفى أو مودي الصغير كما يطلق عليه وكمان المحترف دونافان جاكسون الاثنين بداع الإصابة غابوا عن فريق النادي الأهلي ان شاء الله يا رب النادي الأهلي يكون عند المعاد وعندنا أربع مباراة كلنا ثقة في الجهاز الفني واللاعبين يكون ان شاء الله قد المسئولية وان شاء الله يبقى فيه فرصة النادي الأهلي يواصل المشوار وان شاء الله يقدر يحقق الفرص في ثلاثة مباراة من الأربعة المقبلة ويتأهل للمباراة النهائية يمكن الطرف النصف النهائي الثاني الجزيرة والزمالك يمكن كمفروض يتلعبوا مبارح لكن تم تأجيل المباراة نظراً لكات مشاركة نادي الزمالك في البطولة الأفريقية لكن هيبدأوا يلعابوا الخمس برات بداية من إن شاء الله غداً السلساء يمكن دي كانت الأغواء هنا عندنا في مدينة ناصر وإيه أخبار فرقنا الرياضية إن شاء الله بالتوفيق للنادي الأهلي ودايماً يا رب عائلة النادي الأهلي في تقدم وزدهار الكلمة ليك الكريم فضل بشكرة جزيلاً شكرز من العزيز محمد توفيق وطبعاً أكيد مفيش فريق في الدنيا يا مي